نوجي رايح تكون رقابة ورايح تكون رقابة صارمة على المجال الشعبية البلدية في هذا الباب هذا إذن أنا نقول بالليباش رؤساء البلديات السابقين ممشوش يعني في التوجهة نتعنا أنا الفترة القصيرة اللي قضيتها معاهم ممشوش معنا كما يجب ما كانوش يعني متواجدين معنا ما كانوش يطبقوا التعليمات وهو ما أثّر سلبا وبشكل مباشر على الجانب التنموي خصوصا ما تعلق بالتحذير للألعاب المتوسطية على خلفية سوء التسيير المؤدي إلى الانسداد الذي ميز عديد المجالس البلدية ما جعل الجهاز التنفيذي يعتمد طيلة العهدة السابقة على التسيير الإداري ربحا للوقت اليوم الحمد لله بالنسبة للإنجازات يعني مشينا فيها واللجنة يعني الدولية سجلت وبارتياح يعني أنه الإنجاز فيما يخص هذه المشاريع هذه متقدم ومتقدم جدا وآربت عن ارتياحها سواء من ناحية الكمية انتعال إشغال المنجزة خلال شهرين أو كذلك نوعية الإنجاز في عداته أما الدور الذي ينتظر المجالس المنتخبة الجديدة فيتمثل فيما يلي فيما يخص الحفاظ على نظافة المدينة بالدرجة الأولى كل بلدية تقوم بتنمي ثانيا عندهم جانب ليتعلق بالسياحة هذه اللعاب البحرين التوسط هي ألعاب بالدرجة الأولى تروج للسياحة لهؤلاء الدول المشاركين في هذه اللعاب المجالس الجاية إن شاء الله بدأ بنا تكمل وتساهم في الشيء الذي يندر من قبل من المجالس الشعبية الأولى التي انتهت العدد انتحها وهذا في فائد الوطن يبقى الآن التعجيل في تنصيب عديد المجالس البلدية على غرار بلدية وهران الأم للإسرائيل في تدارك مفات سيما ما تعلق بالجانب التنموي في شقه البيئي والسياحي